يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أهل صباحكم يا أحلى بنات كيفكم حاببوا يطمنوني عنكم إن شاء الله تكونوا بألف خير رجعت لكم اليوم بفيديو جديد بعرف أنتوا هتكون مصدومين بالعنوان بس قلت خليني هلا أحكي معكم ونحكي بشغلات إيجابية وبعدين بحكي لكم شو سبب هذا العنوان أول ما نبدأ بالفيديو خليني نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسفة هيك على صوتي إذا شوي متغير عليكم بس مرضاني يعني صاري تقريبا أسبوع وأكتر يعني هيك جايت ناسة عليه وما عم تروح بسهولة يعني ما لها مستمرة بس ما عم تروح فهمتوا علي؟ يعني ما بعفش السبب ووجع يعني بصدري حتى ابني مرض وزوجي وكل عائلتي وعن جد كتير مين بس ما عم يكون مرضان جاي ممكن فيروس جديد ما بعرف شو هو بس يعني الله يستر أنا مثل ما عاكم شايفين أنا ابني من جديد بلش بالروضة بس لحد الآن ما تأقلم عليها يعني كتير هيك يعني أول كم يوم كانوا مناح وبعدين بلش إنه لما روح وصله يبكي وهيك إنه ما بده يعني بس لما روح فورا إنه عم يلعب مع الولاد وينبسط وهيك ما بعرف إش السبب لش هيك عم يعمل عم نحاول إنه نعرف بيمكن بس إنه هيك شي جديد عليه وهيك انت بس أنه وإذا مراتوا بهيك تجربة ياريتك تولي لحت بالتعليقات لأنه كتير كتير هيك كيف دلكن عايشي هيك صراع إنه شو أعمله شو ساوي له هو عم يكون كتير مبسوط هنيك عم يقولولي بس لما إنه حطه هنيك عم يبكي تمام بس روح أنا وسكروا الباب بتقلي أبدا ما بيبكي وفعلا يعني لما باغده بروح باغده بيكون كتير عم يضحك ومبسوط وهيك وحتى إنه مراجع لبيت بسأله شو عملت بقلي لعبت ومبسوط يعني فبس إنه هيك يمكن إنه شي جديد عليه فاكتبوا لي هيك تجاربكم كوني أنا أم لطفل واحد وهي أول مرة يعني أول مرة هيك إنه ابني بيدخل على الروضة وكذا ما بعرف وما عندي تجارب هوني كنت عاملة بباق موبانكيك كريب قبل بيوم فقلت كان في منه بالبراد يعني فسخنتهم وهيك حطيت شوي ما كان جعب علي صراحة أفطر هيك فطور وبنفس الوقت ما عم فيه بكير عم حس إني عم جوق إيه وهيك إنه قالت بفطر وبعدين ببليش بشغل البيت وأنا دوبني صراحة لأنه عم خلص شغل البيت وإذا بدي صور هيك شوي بكون صار وقت أجيب إبني يعني لأنه الدوام هلأ قصير لـ 12.5 بس يعني ما بلحق صراحة أنه يروح ودي برجع بروح بعضه مرة تانية بس إنه قالوا لي هلأ كبداية هيك خلي إنه لـ 12.5 وكمان أنا بديها يتأقلم وبعدين ممكن نزود شوي الوقت هون دخلت عرفت النوم كمان إن أفضت كل شيء واختبتها ومسحت وهيك يعني أنا بصورت لكم مقططفات بسيطة هون جيت على هاي يابنات شغلتها شغلة أنا عندي هي السحابة بشكل عام شي بحط فيها معالق شي بحط فيها فن الجين شي بحط فيها شغلات هدول الطبخ والمعلق الكبيرة لبعات الطبخ يعني ما عم بعرف إش بدي أحط فيها أنا شو هم دي لكون صاير عندي شي بالبيت إنه مثلا بغير شي بالمطبخ برتب شي هيك جديد بجي زوجي مثلا بدي يفوت يفتح هيك شي شغلة إنه يطالع شي بقال لي لك هدولة مو كانوا هون وليش صار هون تجي أختي كمان عندي بدي أطالع شي شغلة بقال لي ليش هيك مغيرها وما بعرف فين حاض الطيون وكذا وبيعدوا بيبهدلوني طيب أنا بدي أغير هذا مطبخي بدي أغير الحط يعني أنا من الناس إذا ما غيرت شي بتعب نفسي بتتعب ما بقدر يعني يعني شوفوا غلا أنا ما شتريت شي ولا عملت شي بس إنه مجرد ما إني حطيت شلت هون وحطيت هون بحس إنه خلاص يعني إنه أنا غيرت تغيرت نفسي تصار عندي شي مختلف فهمتوا علي إيو الله هيك حطيت هذول الفناجين عندي وفي منهم جداد أكيد راح تشوفوهم في كوب اختجال فيا وكوب ثاني وهدول الأصص يعني في منهم جداد يعني في منهم جداد يعني فلاتبتوا هلله هيات الشكل اللي تخلص إنه خليني غير يعني مو مشان شي مشان صحتي مشان حسب التغيير هلا أكيد في منكم عم يتساءل ليش إنه حطة هيك العنون وكذا وإنتوا بنات أكيد لاحظتوا هلا بدي أحكيكم كل شي أكيد لاحظتوا بالفترة الأخيرة أني كتير يعني عم نزل قليل على القناة صراحة في مشكلة عندي بالقناة وهلا بدي أحكي هذا الشي لأول مرة إنه ما في أرباح على قناتي لأنه فيها هاي المشكلة وأنا خبصت فيها كتير وكذا فكتير هيك متضايق عن هالموضوع وكتير حاولت حلة قبل وما زبطت فهلا يعني تقريبا هي فيكم تقولوا يعني آخر محاولة والعنده قناة بيعرف فيه شي اسمه جوجل آدسينز وأنا هذا خبصت فيه فحزفته هلا ويعني كل الأرباح لقناتي اللي كانت موجودة هلا راحت كلها ما بعرف صراحة إذا فيه منكم رح يصدق هذا الشي بس إنه هذا الواقع المهم أنا حزفته وهلا عم حاول حل المشكلة والصراحة لهيك أنا ما عم نزل القناة يعني مو ما عم نزل بالفترة الأخيرة مهم لي ورغم إنه عن جد كل هالشغلات والمشكلة اللي صارة بقناتي وكل هالقصص بس أنا ما بدي أتركوا القناة وحتى إنه ما بدي أقطعكن أبدا بالفيديوهات لأنه بعرف إنه أنتو دائما تستنوا الفيديوهات دائما بتكتبولي وحتى إذا بتأخرت بعض ولي على الانسته وهيك والله وأنا ما بدي أترك أبدا ولا بدي أهمل القناة بس قلت لكم هاي المشكلة عن جد تعبت لي نفسيتي وقلت خلص إنه بدي أترك اليوتيوب أو ما بعرف يعني أنا بهذا الفيديو بدي أقل لكم إنه تعطوني رأيكم تنصحوني إنه لحتى حل المشكلة برجع على اليوتيوب فهمتوا علي؟ غير هيك يعني كتير صعب علي وخصوصا أني أنا كمان هلأ عم حاول كمان نزل على الانسته وهيك فصير عندي إنه شوي صعب هون وهنيكة وزيادة وفوق كل هذا الشي قلت لكم في مشكلة بقناتي فقلت أنا بحلة بلكي هيك لوقت مثلا لرمضان بكون حليت وظبطت أموري كله وبرجع إنه بنزل مرة تانية على اليوتيوب شوفوا هذا البرج برج إيبل جبته من باريس وهلأ حطيته أفكرة صلوا فترة يعني بس إنه هلأ أي قرر حطه هوني وبعرف إذا ما كانوا ظابط كتير حلو هيك لونه دهبي وحسيته في الوقت لغرفتي وكذا جبته هيك للذكرة نوو وأنا رحت على باريس فالمهم إيه يا بنا تكملكم يعني إش القصة فهيك حسني إنه أنا عن جد إنه هيك تعباني نوعا ما من هالموضوع قلت بدي أترك لوقت رمضان بلكي بكون حليتها وبرجع لكون هيك بيقوة وأنا بعرف إنه هاي الخطوة رح تعمل يعني رح تسبب لقناتي كتير ورح ترجع يعني إنه رح تتراجع ما بعرف يعني إنه رح أترك هيك وزعلاني كتير عن جد وما بعرف أنتوا أنا خايفة بتعرفوا أنهزل هذا الفيديو أشوف ردد فعلكم إنه خايفة بردد فعلكم فعليا إنه ش رح تكتبولي هيك فإذا ما ضبطت هي المشكلة ونحلت صراحة إنه هاي القناة يعني رح تتسكر دعولي هيك وغنجد الله هيك يا ربي دخيلك يمشي حالة وتزبط هون هي جيت على الفولفورز طلعت وخلص بعد ما خلص كل شغل بيتي قلت قبل ما أروح أجيب ابني بدي عدي على الفولفورز بنزلين شغلات جديدة لرمضان وزينة وشوفوا هاي الشغلات صوحت لكم جاها كلها هيك حتى المعالي أكواب شمع حتى اللي شما شوفوه كل شي كل شي هيك بخص رمضان بنزلينه وعفكرة أنا اتفاجأت لأنه السنة الماضية والقبلة والقبلة ما بما نزل الفولفورز هيك شغلات أبدا فاستغربت منزلين اللي منزلها وكتير يعني في منهم شغلات حلوة يعني صراحة أنا جبت بس شغلة واحدة واحزروا شو هي كتير حبيتها هالله هوني كمان منزل أكواب كمان جديدة كمان حلبة وكيوت بس أنا قلت خلاص يعني ما بتجيب بأنه أكواب أو شي ومنزل هدول الصواني بس صراحة ما حبيت شي منهم أبدا حسيتهم كتير خفاف وما يعني ما عجبوني ودول الطرميز كمان ما عجبون شي حلوين هوني بعد ما رجعت قلت بتي ساوي هيك أكلة سريعة لأنني ما كان إلي الصراحة لأنه خلق إني أطبخ وهيك أو بالأحرق من طبخة قبل بيوم هيك طبخة فقلت يعني اليوم بساوي هيك شغلة خفيفة إنو مشا ما عزب حالي وقلتهي بالمطبخ كتير إنو كان عندي كمان كزا قصة بدي أعملها وهيك إيه يا بنات فعم لكم إنو أنا عم أرجع للحديث وأرجع لها يعني عم يمشي الفيديو وبيدي لحق لكم شو عم ساوي وهيك إيه فهيك إنو قررت إنو إن شاء الله إذا بتنحل رح أرجع طبعاً على الخناة من أول وجديد ومتل ما تعودته علي دائماً وإذا ما مشي الحال رح أسكره وما بعرف إذا رح أفتح واحدة جديدة لأنني جد بنات صدقة نتعبت وهلا إني أرجع بلش من البداية يعني شي صعب كتير بالنسبة إلي بس إن شاء الله خير وأنا رح أبيت استخارة يعني أشوف إش الشي الأحسن إلي وأنتو كمان كتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات بخصوص هذا الموضوع وحتى يعني شوفوا بنات إذا يعني أنا ما نزلت هلا بهالفترة فيديوهات يعني رح أضل أن نزل فيديوهات قصيرة فأنتو شوفوا الفيديوهات القصيرة يعني كمان عم نزل شغلات حلوة ومفيدة وروتينات وأفكار أوات يعني ممكن شوفوا أنتو على كل حال الفيديوهات القصيرة لأنه على الأغلب رح أضل متواصلة فيها لحتى أرجع للفيديوهات وهيكي هوني قررت أعمل اليوم برغر بالبيت هيكي قلت يعني هيكي شغلي على السريع ومتل ما شفتوا حطيت لحمة وما حطيت إلا شغلات يعني والله أنه هيكي لحمة عادية حطيت إلا فلفل بس وحطيت إلا هيكي قليت على الطواية وحطيت إلا الجبنة تبعيتها وهيكي خسوا هالقصص وهوني كمان كان عندي نيجت كمان حطيتهم بالفرن مع البطاطا مشان هيكي هي البطاطا بجيبه أنا مقلية نص أليف ما بتحتاج إنه الرألية مرة ثانية أوقات يعني إذا بدي ما بدي هيك شي فيه وزيت كتير فبحطها بالفرن وبتطلع بتشهي كتير كتير طيبة وهذا كان عشان يعني هي خفيف ومضيف لطيف ما فيه هيك كتير قصص وشغل وهيك يعني أحيانا أنا بحب صراحة أنا بحب الطبخ كتير وبحب آكل كتير يعني بحب إنه عن جد أطبخ وآكل يعني ما لي من الناس إنه ما بتطبخ وما بتحب تطبخ وما بتحب هيك خلاص تأكل وإذا نورد الأكل ياب تأكل أنا لا أنا بحب آكل وبحب أطبخ بحب هيك إنه ساوي شي طيب دسم عرفته فبس أحيانا يعني كماني ممكن مرة بالإسباب ومرتين إنه هيك مشية كيف ما كان مثلا إنه شغلة بسيطة هيك شغلات إنه عادية أنا جيت على هاي عم فرجيكم هذا الكريم الحلزون أكيرت شايفينه هالفترة ومصروعة الدنيا فيه إليس بدي أسألكم إذا جربتوه وجربتوه أنا كان واصلاني من يومين وهيك عم جربه حتى ملمسه هيك بتحسوه بشطه بمطل إنه هو يعني مستخلص من الحلزون وهيك فإليس بدي أجربه وشوف ما رح أعطيكم الرأي فيه الصراحة لأنه لسه ماء له يومين يعني عم أستخدمه وأنا سواد قهوة بالأخير عشان أععد قاعد أترواء يعني وبس بنات لهم كوصوت معكم لنهاية الفيديو زلت يعني لفترة بدي لكم أن أنا كتير بحبكم وما تنسوني إن شاء الله رح أرجع لكم مرة تانية إذا مشي حال قناتي كتير كتير بحبكم وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد بأسرع وقت ممكن هيك بحبكم كتير وظلوا بخير وهلا بدي لكم سلام